طيب خلالي الساعات اللي فاتت نادي الاهلي بدأ مفاوضاته مع سلامية كلبطرة على محمد بسام عشان يضم محمد بسام حارس الفريق وزي ما قلت لكم الوضع بالنسبة لحمد بسام صعوبته في انه الاهلي عايز ديهم حمز علاء وهم عايزين مصطفى شبير والاهلي قال مش هينفع ديكم مصطفى شبير فهم قالوا لا مش هينفع ناخد حمز علاء عشان هو حارس في المنتخب الولمبي وهيشارك في الولمبيات بعد شهرين تلاتة وعندنا حارس اخر موجود فيه المنتخب الولمبي وبالتالي هتبقى الامور صعبة بالنسبة لحمز علاء ولسه الموضوع معلق بالنسبة لمحمد بسام طيب نادي الزمالك في الساعات الاخيرة عمل تحويل بمبلغ 4 مليون جنيه لنادي الداخلية ليه ليه عشان يحسم صفقة اللاعب مهاب ياسر بشكل رسمي واللي خلال ساعات ممكن يتم عن انضمامه لنادي الزمالك ومهاب ياسر خلاص ما بقاش يروح ليه تدريبات الداخلية في الفترة الاخيرة وغادر جروب الواطس عاب الخاص بفريق الداخلية تمهيدا لانتقاله رسميا لنادي الزمالك مهاب ياسر لعب جيد جدا هيبقى اضافة لنادي الزمالك طيب كمان احنا هنا في رقم 10 تواصلنا مع احد المقربين من اللاعب الفلسطيني ياسر حمد مدافع منتخب فلسطيني المشارك حاليا في بطولة امم اسيا لأكد اتفاق اللاعب مع نادي الزمالك وان انضمامه للنادي هيكون مسألة وقت مش اكتر المصدر المقرب من اللاعب قال لنا ان الزمالك طفق مع ياسر حمد على كافة تفاصيل عقده وان اللاعب العقل لمدة موسم ونصف الموسم بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة اسيا ياسر حمد كان لعب قبل كده في نادي المصري البورسعيدي من يناير اليوليو الفين اتنين وعشرين وبعد كده انتقل لفريق الريان القطري ثم القدسية الكويتي واخر فريق كان فريق نورس يونيتد الهندي هو كان اخر فريق ليه فريق هندي وهو حاليا لعب حر بعد ما فسخ بعد ما فسخ تعاقده مع النادي الهندي الشهر الجاري طيب جي حكاية حكاية اخرى خلال الساعات اللي فاتت الكابتن حسين اللبيب رئيس النادي عمل جلسة مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عشان يحسم صفقة انضمام ناصر ماهر الى نادي الزمالك ورئيس مودرن فيوتشر طلب الحصول على خدمات سيد عبدالله نمار وايضا لعب الشاب في نادي الزمالك محمد السيد لكن حسين لبيب اتحفظ على هذا الامر وتمسك ان الصفقة تكون بمقابل مالي فقط دون الاستغناء عن اي من اللاعب نادي الزمالك ولسا المفاوضات جاري ترجمة نانسي قنقر